طيب أنا لما أجي أتكلم على الإنجازات والبطولات اللي حققها أسامة عرابي أنا بصراحة ما كنتش بجمع أو اتخضيت فلما جالي الأستاذ محمد الويس رئيس التحريض بيقول لي ده أسامة عرابي أنا عادت اتكلمت معاه وحاطيت فردت كده الإنجازات الرجل اللعب 17 سنة ومحقق بطولات يعني قلت له لا بس راجع تاني في البتاعة ده فقال لي أولا ده كمان مسجل 12 هدف 12 هدف سجلتهم فين في المقاولين في الترسانة في التحاد السكنداري في طبعا في إفريقيا وبعض المتشاط الاتنشر كلهم مع بعض بقى في دوري وإفريقيا نقلت الاتحاد الترسانة المصري ببورسعين مصري ببورسعين في ماتش يعني ده كانت في أول بداياتي كسبناه منك 2 صفر وطبعا الماتشاط المصري كانت مرعيبة 84 أنت جبت الجول الأولاني وأنا جبت الجول الثاني والجول الثاني برضو شاركت فيه مظبوط ده إحنا كنا رايحين لوس أنجلوس واللعب كان الكابتن طه سمعين لمساكنا كان كابتن طه سمعين كابتن طه سمعين فلعبني هفطايم عشان إحنا كنا مسافرين بقى أوسائز من الكابتن عبدالصراح الوحش فجيت لعبتي هفطايم وطلعت كان الكابتن طه ولا كابتن جواري لا كابتن طه كابتن طه سمعين يبقى ممكن 85 بقى 84 كنا رايحين لوس أنجلوس 84 84 فالأهداف هي حنشوفها حتى هيجيبوها لنا هي قدي ده ده قوله أسامه عرابي ده لا ده ده المرسى التونسي ده المرسى التونسي ها؟ لا ده مرسى التونسي ده بتويت إفريقيا وده هدف إيه؟ ده الترسانة ده الترسانة آه في الدوري وفيه يعني وفيه طبعا جوار ما بيجيش بس هو لا أحنا جبالك كل الجوالة لا لا مش موضة ده بص الكرة ديت أنا هي ده المصر هو ده أو ده المصر ده آه ده كان عاد عبد منعم آه أعتقد كان آم حد بيرجع له الكرة وأنا توقعتها يعني يعني بعد كده عفارت الدين يا بص آه بص بقى الملعب كان عمل زي ده مصر تعال سجره ده؟ آه خدنا بتقولي إفريقيا فيه في النهاي يلا يا عام عملت ديكي جوال شمال ويموت بطل انت عطول الجوان العرضيات طول عمرك وده علامة يهوب علامة يهوب طبعا علامة يهوب طبعا واحد من الأفضل اللعبة جات في تاريخ مصر مش عاول الكلام ده يعني لا لك اللعب جامد آه طبعا 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 من أحسن اللعبة لجات طيب هدفك في المقاولين اللي انت جبته انت طبعا ما تنسهوش آه كان مجد عبدالغاني بيلعب في المباراة دي والله آه مجد عبدالغاني كان بيلعب مجد طبعا برضو ممكن أحسن رقم ستة لعب في مصر الديفندر لعبش عاوزة كلام لا ده تاريخ اللي احنا منتكلم في ده ده حقيقة يعني فا بمناسبة اللي هو التزديد بقى والكلام ده أنا التزديد تزديده عندي مكانش قوي قوي بس كنت بتوجهه آه آه مكانش قوي قوي فمرة آآ 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 آ� يعني واحدة من اللي شدتهم راحت يعني على رأيي متاحة المدن رايح هتعمل كده زي اه تترقص اه تترقص فانا بقى راجع وعمل فيها ان انا زعلان ان انا شدت صاروخ مس فلاقيت ايما ان شوي اه جاي سترنت علي انا قلت هيقول لي البرك جاية ان شاء الله تبقى حسن يعني انت شدت الكرة وقلت مش داخلة ومشيت بقى بظهرك اه راجع انا بقى يعني انا بقى انا عملت انجاز يعني اه او يعني كانت صاروخ يعني فلاقيت ايما ان شوي جاي جنبي انا قلت هيقول لي شد حيلك المرة جاتي بقى احسن بتاع قال لي واسمه خف رجلك شوية قلت له خف رجلي ايه والله في المدش قال لي الجن ايده وجعته خلبك شده جمدة جت ودخل الجود لأ الجم سكة ضعيفة مدخلتش خف القوة شوية رايحة ضعيفة قوي في ايد الجود يعني الجمه ما عملش فيها مفيش مقاومة فرأيته بيقول لي خف خف ايدك شوية اهو بالتالي علي انا عارف خف خف رجلك شوية دجون ايده ووجعته رحت بسيس له كده يعني احلى في الماتش فكيت لا ما ما فكيتش لحاجة انا بسيت له كده رحت ايه احتي ماشي بعد الماتش بقى عدنا نضحك وكسبنا الماتش طيب في مباراة القمة باستمرار كان معظم مباراة المدربين اللي تولوا المسؤولية سواء كابتن طه كابتن جواري كابتن سايز كلهم كانوا بيعتمدوا عليك في مباراة القمة بالذات وانت كنت بتقدم مباراة الزمالك دي بالذات كنت تقدم مباراة عالية جدا استر في كده هو انا عندي التركيز كبير يعني بركز في الماتشات كويس جدا وبعدين ماتشات الاهل والزمالك فيها كده تاريخ لأ وفيها حاجات كده اللي بيلعب الماتشات دي كتير يفهمها اولا من الماتشات اللي سهلة قوي التركيزة ده يوسف ألاشها ماتش ده كسبنا فيه تلاتة صف أعتقد يوسف جابت جوني التاني أو التاني جوني الأولاني اللي هو جابت جوني التاني الماتشات اللي قاله الزمالك اللي العبها كتير ويفهمها في حاجات بتأثر سهلة وبعدين لو انت عندك ثقة في نفسك هتعمل ما تشعلي قوي والناس بتنفعل جدا بترقيصة بكرة من بين رجل واحد وانت بتستغلي حماس الناس فاللي عنده ثقة في نفسه وهادي فما تشعر تقاله زمالك سهل جدا تعملها كوي رغم ان المبارضة اهلو زمالك دي تبقى يا مولد نجم جديد يا بتفني لعيم مظبوط مظبوط في ناس كتير ففعلا انا من الماتشات اللي كنت بعملها كويس ماتشات اهلو زمالك وليها طبعا ذكريات كتيرة جدا معاهم لانه لعبت ما يقرب من 30 مباراة اهلو زمالك اهلو زمالك ايه الماتش باهلو زمالك انت لن تنساه وكذا واحد بس فيه اتنين تحديدا اكتر اللي هو مباراة 92 دهات الكاس الزمالك كانوا اخد الدوري واحنا صعب علينا نخرج بدون بطولة كان الكابتن انور سلامة اللي مسكنا رجعت ايمن شوئي جابها جون كانت شوتها من 40 يار دا كانت شوتها قوية جدا الطاهر طبعا واثق في رجله لانه طاهر برضه من احسن عامة جات في تاريخ مصر وكانه معروف بالتزديدات فرجله تقيلة حتى احنا ما كناش متوقعين شوتها حسين السيد بياخدها ردت منه ورجعت كان ايمن شوئي با عنده حسن توقع انه روح يعمل فلو عليها فلو رحطتها يدوم سنطرنا ده طبعا مطش ما يتنسيش في مطش طبعا هايل تاني اللي هو سنة 95 وده اللي نعاوز توقف عنده كان فرق بيننا وبين الزمالك حوالي 13 نقطة وكان المباراة كمان الفوس بالنقطتين بالنقطتين بالزبط كده ايه السر ان لعبت النادي الاهلي مفقدتش الامل ولعبت لحد اخر مباراة وفزنا بالبطول دي رغم ان زمالك كان كذبان فرق 13 نقطة مزبوط دي من احسن المواسم لنا المسم 95-96 وانا فاكر كويس جدا عشان كده العيبة اللي عندها خبرات او قيادة او كده بتبقى مؤسرة وانا الفترة دي اللي موجودين من الكبارة انا وشوبير اعتقد حسامو اه حسامو إبراهيم طبعا تاريخ عاملين تاريخ بالنادي طبعا دول برضو من احسن العيبة جات في تاريخ مصر وعملوا تاريخ لنادي الزمالك والتاريخ لنادي الزمالك والتاريخ لمنتخب مصر اصلي التاريخ بحد شي قدر يداري عملوا التاريخ في كل حتة لعبوا فيها بصراحة كنا احنا كبار كان في بعض صغيرين شوية اللي هم هادي ووليد ومشير والمجموعة دي كان في ناس عمدها يأس ان احنا ممكن ناخد الدول احنا كنا نتملي نقول لهم في اجتماعات نقول لهم نجتمع يا جماعة احنا من نجدعو دي حصلت معنا وحنا بنلعب احنا كمان مرتين موررة فرق 14 نقطة وموررة فرق 11 نقطة وكسبنا الدولة يعني هادي موجودة مزروعة في اللعبين ومن الموسم القبل اللي فات كان برضو كده كان فرق عشرة بونطة والأهل خدهم اللي فات ده احنا قلشناه القبل 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 طيب فدي مزروعة في النداء فاللي حصل ان احنا كنا بنقعد معاهم نقول لهم لا انت نكسب ومناش دعم حتى انا فاكر كويس جدا كانت صلى الله سليم الله ارحمه قعد معانا قال لنا ياولاد انتو ملكوش دعم تركزوش دوري مش دوري انتو كل ماتش تكسبوه خلاص ملكوش دعوة مبارات فقوس كلها اه واللي يحصل يحصل ففعلا جينا الدور التاني كل الماتشات مكسب حتى انا فاكر الماتشات دي كان الملعب في كل ماتش متقفل دي حقيقة نكسب الزمانك يتعادل او يخصى نكسب الزمانك يتعادل او يخصى لغاية لما الفرق بقى ستة سبعة بنت بقيت عندنا الثقة بقى ان ممكن انتو كل ما بتقرب كل ما وهم يتوتروا اه بالزبط كده وكمان عندنا ماتش فاصل اللي هو اللي احنا كسبنا فيه اتنين صف وخدنا بيه الدوري كان لازم احنا بقى ساعتها نكسب وهم لو يتعادلوا اه ياخدوا الدوري وكان فرير احلام بتاعهم كانوا صارفين عليه كتير طبعا كان احمد الكاس وكان جمال عبد الحميد صفا نجمو ومصطفا لا لا كان فرقة خوية جدا اه مجموعة يعني كبيرة من اللعيبة وكسبنا الماتش دا 2 صفر واخدنا بالبطولة وكمان فيه بطولة 93-94 المبرارة الفاصلة مع الاسماعيلي اه دي كمان برضو من ماتش فاصل اللي ما تتنسيش اه دي بقى الحلو اللي فيها اوي كمان ان احنا كنا خسرانين الدوري ثلاث سنين احنا سنة تسعين كابتن جوري كان لغا الدوري واحنا كنا اول مكملش بس كسبنا كاس عمله كاس بديلة كسبنا كاس الاتحاد وخدناه بعد كده الزمالك خد سنتين دوري والاسماعيلي خد سنة ده اللي هو حسام ابراهيم راحه بقى ايوه ايوه لا كانوا لسه مرحوش بتاعي 91 ما كانوش للصراحة ها دي المباراة بتاعت الاسماعيلي اه اه ده محمد رمضان طبعا عمل برضو من احسن فراودة طبعا جاته مصر طبعا جاب 3 جوان هلوين اوي وفليكس ده اه وعيمان شوق جاب الجن الرابع حتى الماتش ده محمد رمضان قال لي هات نمره 15 اصلا انا كنت بقى 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 15 عطول اه السر في كده اه اعتاريه هو كان مقرر انه بعد الماتش ده يعتازل يعني رغم ان هو جاب 3 جوان هو اعتازل طب لا سر انه ياخد التشيرت منك ليه هو انا كنت بقى 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 15 عطول انا عارف جاي متأخر اه الجولين اللي جابه من لحباتي فريس تايم ها اه هو اه هو كان لعيه عملت له كذا جنف وماتشات الزمالك في كرة منهم عمري ما كنت توقع ان يلعبها اعتاله مش قوية من بره 18 عطاها في دماغه دي اللي عبانه سهل عبد الحبيس تقريبا ايوه اه وفي واحدة رضا عبدالعال تقريبا فاول عملهاله اه اه ده جمالي السيد كسبنا اربعة وبعد كده جاي فينا اخر ربع ساعة 3 جوان حتى كابتل الطريق سليم الله ارحمه زيعل مننا جدا بعد الماتش قمنا له كابتل انها خلاص احنا خدنا الدوري كان كنا الاسماعيل يخد مننا دوري في مباراة فصلة في المحلة وكان الزمالك خد سنتين وسنة لاغت فكنا بقى النار بص ده جون عالمي لا لا جون عالمي جون عالمي لانها كمان من التبرير جايله من ورا يعني جايله من من تقريبا عمره ازور اللي عملهاله لا مش عمره ازور بدر رجب بدر او سادر الحفيد كانش موجود صح كان عمري لسه وكسبنا اربعة ثلاثة واخدنا الدوري كان من الدوريات العزيزة لان كان اربع سنين ما خدناش الدوري يعني ده كانت من الفترات القليلة اول نادي الاهلي او اربع سنين ما ياخدش فيها الدوري يعني طيب انت